يحاول اطفال تعز اقتناص بعض لحظات الفرح في مدينتهم المحاطة بالموت لكن قناصة ميليشيا الحوث والمخلوع تحول دون ذلك اذ تقتنسهم من احيائهم قبل الوصول الى فرحتهم هذه خلال يوم واحد فقط اسفر تساقط قذائف الميليشيا على احياء المدينة واستمرار قناصتهم في اطلاق النار الى سقوط ثلاثة شهداء هم طفلان وامرأة بالاضافة الى اصابة امرأة اخرى في شرق المدينة اطلقت الميليشيا قذائف الهاوزر على حي المجلية ما ادى الى استشهاد امرأة واصابة اخرى من اسرة واحدة لاطفال هذه المدينة نصيب يومي من الموت ولا يستثنيهم حتى في ايام العيد اذ استشهد طفلان في هجومين منفصلين للميليشيا على المدينة احدهما يدعى احمد صلاح البعداني بعد ان استهدفه قناص حوثي متمركز في معسكر الامن المركزي اثناء تواجده في حي كلاب شرق المدينة اما الطفل الاخر فلم يقتل بقناصة او بقذيفة كاغلب الاطفال الذين يسقطون على ايدي الميليشيا في المدينة طريقة القتل هذه المرة اتخذت شكلا جديدا اتعمدت عربة تابعة لميليشيا الحوثي دهس الطفل علاء علي غانم في مديرية الوازعية غرب المدينة تتعدد اشكال الموت في مدينة تعز ما بين السقوط بالقذائف ورصاص القناصة ودهس عربات الميليشيا للمواطنين او انفجار الالغام التي خلفتها وراءها لكن الثابت الوحيد ان الموت في هذه المدينة لا يتوقف اشتركوا في القناة